أعزائي طلبة وطلبات صنوات العامة أهلاً بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهوى الحلقة رقم 17 صباح الخير على كل طلبنا الأعزائي صباح الخير على كل مدرسي اللغة الفرنسية على مستوى الجمهورية اللي يتابعونا واللي احنا كالعادة مستنين كل ملاحظة هون هيكون في وديفقتنا النهاردة للحلقة التانية ميسيو محمد الطراس صباح الخير يا مستر صباح الخير يا مستر شرفتنا ومشرفنا كالعادة الله يكريكم الصلاح وشوف حتىك هتكملين ايه مع طلبة النهاردة في الحلقة بتاعتنا ان شاء الله النهاردة استكمالاً لجزء اللي شارعه عبدالله محمد الويشي هنكمل بإذن الله هو تكلم عن الضمائر الشخصية هنكلم احنا عن الضمائر المخاطب وعن طرق الطبيعة الملكية بإذن الله ولو فيه مساحاً ان شاء الله نكمل الجزء بتاع الامبراتيف والأمر كأنه هنشيحنا المرة اللي فاتت جميل بإذن الله فضل يا مستر مبدئياً كده عندنا جزء اللي بتكلم عنه النهاردة في البداية هو جزء بتكلم عن ضمائر المخاطب ضمائر المخاطب دي عندنا اول حاجة ايه هي ضمائر المخاطب ضمائر المخاطب دي مسلا اقول لك انت تسمعني فطبيعي جداً هتردت لي انا اسمعك لو انا قلت لك انت تنتظرنا هتردت تقول لي انا انتظركم ضمائر المخاطب عندنا اللي هي المو والتو والنو والفو طبيعي جداً لو انا قلت لك مثلاً تو مو فا بمعنى انت تراني هتردت تقول لي وي نعم جو تو فا انا اراك يبقى ان انا عملته حولت المو لتو طيب يبقى انا في اول حاجة في ضمائر المخاطب هحول المو لتو ولو لقيت التو هحولها لمو مع مراعاة امام حرف المتحرك هنحول المو لقام ابستغاف والتو لت ابستغاف لو انا قلت مثلاً إيل تو باغل يعني هو يكلمك تقول لي وي نعم إيل مو باغل هو يكلمني طيب مثال على الفويل لو انا جيت اقول مثلاً تو مي كوت انت تسمعني هتردت تقول لي وي نعم جو تي كوت انا اسمعت هنا حولت الام افاستغاف عشان اول حرف هنا حرف لقو حرف يبقى انا عندي اول حاجة في ضمائر المخاطب المو والتو هتحاول المو لتو او التو لمو والعكس والنو لفو نفس الكلامة تحاول النو لفو او العكس لو انا جيت اقول لك مثلاً إيل فو زتا هو ينتظركم هتردت تقول لي وي نعم إيل نو زتا يعني هو ينتظرنا يبقى انا حولت الفو لنو يبقى عندي في ضمائر المخاطب تحول المو لتو والعكس وتحول النو لفو والعكس ده بالنسبة لضمائر المخاطب مع مراعط ملحوظة واحدة بس تحول الفو الى مو في حالة الاحترام يعني على سبيل المثال لو انا جيت اقول لك مثلاً الفو زتا بمعنى هي تنتظركم او هي تنتظر حضرتك بناء على الجزء التاني بتاع الاجابة هابدأ اختار النوات التو طيب فو مش هينفع حول الفو لفو يبقى كده استعبعت الاجابة دي طيب هنختار المو طيب ما ده حرف متحرك مش هينفع فهحولها لا اما ابو استغاف يبقى هي تنتظر حضرتك قال له نعم هي تنتظر ني يبقى تحول المو لتو والعكس وتحول النو لفو والعكس وملحوظة الوحيدة تحول الفو لمو في حالة واحدة بس لحالة الاحترام وده كانت جزء بتاعنا بتاع ضمائر المخاطب هي جزء بسيط جدا تكملتا للضمائر الشخصية نصر محوظة بيش يشغل حل جزء ضمائر الشخصية للمفعول ده ضمائر المخاطب اللي هي المو والتو والنو والفو تحول المو لتو والعكس وتحول النو لفو والعكس وتحول الفو الى مو في حالة واحدة بس لحالة الاحترام ده بالنسبة للجزء الاول عندنا النهاردة في الجزء التاني بتاعنا عندنا طرق التعبير عن الملكية يعني ايه طرق التعبير عن الملكية يعني لو افترضنا مثلا انا عايز اتكلم او اوضح ملكيتي مثلا لكلمة زي كلمة ستيلو يبقى احنا نتكلم عن طرق التعبير عن الملكية لو جينا مثلا نقول عندنا كلمة زي كلمة ستيلو يعني ألم وعندنا شخص مثلا زي علي عايز اعبر عن ملكية علي للألم عندنا كام طريقة للتعبير على الملكية عندنا ثلاث طرق الطريقة الاولى اللي هي بتكون نوم ودو ونوم الطريقة التانية الشيء وفاق بقات ا زائد نوم اللي هو الاس او برنام طونيك او ضمير تأكيدي رقم ثلاثة صفات الملكية قبل ما نفصل نبدأ نشرح بالتفصيل طرق التعبير على الملكية الثلاثة لازم اشرح حاجة اسمها الضمائر التأكيدية هتقول لي احنا اخذنا حاجة اسمها ضمائر الفاعل ايه هي ضمائر الفاعل اللي هي جو ت إيل آل النوم فو إلا فيك اس وآلا فيك اس ليسمها ضمائر الفاعل طب ايه هي الضمائر التأكيدية او الفرنام طونيك طب ايه ضمائر الفاعل اللي هي الجو تو الإيل والقال والنوم الفو إلا فيك اس طيب هاكد على الجو بموا واللي اتنين هيحملوا نفس المعنى أنا دم لا وهأكد على تو بتوا وعال الا إيل لوي عن القال ال وعال نوم نو وعال وعال chauff والألا فيك اس هنأكد عليها السامس دي اسمها الضمائر التأكيدية ايبال هأكد على الشو بما عند تو تو parano لا والبي على ال aloud عن نو عن وب الفك ايه دي اسمها الضمائر التأكيدية استخدامها هي ضمائر تستخدم للتأكيد على ضمير الفاعل ملحوظة صغيرة الضمار التأكيدية ان الممكن ان تأتي بعد حروف الجر يعني ما ينفعش بعد حرف الجر احط ضمير فاعل لان احط ضمير تأكيدي وكده كده بيأكد عليه وبيحمل نفس المعنى طيب نرجع للتلات طرق للتعبير عن الملكية ايه هما قلنا نوم ودو ونوم يعني اسم ودو واسم ده اسم الشيء وده اسم المالك يعني مثلا هستخدم السيلو وعلي عايز اعبر عن ملكية عالي للستيلو اللي هو القلم دوت بالطريقة الاولى هقول لستيلو القلم دو عالي طبعا عالي اقوله حرف متحرك يبقى لستيلو دو عالي يعني قلم عالي مثلا لكاية دو صلاح يعني كراسة صلاح يبقى انا استخدمت الشيء او الاسم متاعه وحطيت الدوء او دي ابو استغافل او اللي بعد اقوله حرف متحرك وعالي اللي هو المالك ده بالنسبة للطريقة الاولى الطريقة التانية الشيء وهنصرف فير بقاتر وبعد كده حرف الجر ا بعد كده ايام اسم ايام ضمير تأكيدي هنستخدم نفس الطرفين الاستيلو وعالي هبدأ اطبق الشيء اللي هو الاستيلو بعد كده هصرف فير بقاتر طب الشيء ده اللي هو القلم ده هصرف فير بقاتر ما قاله ضمير مع الجو ولا مع التو ولا مع الايل والقال ولا النو او الفو او الالا فيك اس والالا فيك اس طبعا لو احنا فاكرين كم فير بقاتر كم مع الجو بيبقى جو سوي مع التو تو يه ايل وقال اي نو صام وفو زب وايل وقال صام لا تصريف فير بقاتر القلم دوت هيبقى بالنسبة لنا الضمير ايل هو يبقى صرف فير بقاتر مع الايل هيبقى او استيلو اي بعد كده هنزل الا اكسان يبقى او استيلو اا بعد كده ايام اقول اسم الشخص اللي هو عالي يبقى لو استيلو اي اا علي طب انا ممكن اقولت هنا اسم او ضمير تأكيدي طب علي ده انا ولا انت ولا هو ولا هي لها هتقول ليه هو ضبير ايل طب انا بأكد على الايل باي بالوي يبقى لو استيلو القلم اي اا لوي معناها القلم يكون له يبقى انا استخدمت الطريقة الاولى اللي هي الشيء وضوه والمالك و بعد كده الشيء و اتغة او اسم او ضمير تأكيدي طيب مثال كمان لو جينا مثلا نقول لوليسي اللي هي مدرسة ثانوي وعندي مثلا أحمد هقول لوليسي دو أحمد مدرسة أحمد يعني المدرسة اللي أحمد ده بيروح فيه بيزهب إليها طب عايز أستخدم الطريقة التانية هقول لوليسي المدرسة وصرف فيربيتر مع الليسي الليسي برضو كلمة مفهن مذكر عوض عنها بالضمير إل وصرف فيربيتر تبقى أستي يبقى لوليسي إي بعد كده نزل حرف الجاري أكسو يبقى لوليسي ولوليسي إي آ وقول أحمد طب لو شلت أحمد عوض عنه بالضمير تأكيلي طب أحمد ده أنا ولا أنت ولا هو ولا هي طبعا نحن عارفين أن أي اسم مفهن مذكر بنعوض عنه بالضمير إل هالإل بيتأكد عليها بإيه؟ بالوي يبقى لوليسي إي آ أحمد أو إي آ لوي معايا يبقى أنا عندي الطريقة الأولى الشيء ودو والمالك الطريقة الثانية الشيء وقات غاءة واسم أو ضمير تأكيلي وعرفنا إيه هي الضمائر التأكيدة ليه بخونا نتونيك بعد كده عندنا جزء بتاع صفات الملكية الجزء بتاع صفات الملكية ده جزء بسيط جدا وخدناه قبل كده وإحنا في سنة أولى وإحنا في سنة ثانية عايزين بقى نفتكروا كده مع بعض ونركز فيه الجزء ده هو في الامتحان سؤاله بسيط بس محتاج مجرد أن أنت تركز وطبعا بالنسبة للنظام الجديد حضرتك محتاج تركز بزيادة طيب صفات الملكية هي صفات تحدد ملكية الأشياء لأشياء أو لأشخاص يعني إيه هننزل عندنا الضمائر ليه الجو تو إيه وقال النو والفو إلافك أس والألافك أس معي مع الجو إحنا نعملهم كده في المربع كده بسيط عشان نبدأ نبين استخداباته مع الجو في عندنا ثلاث ضماء مو ما مي قبل ما نكمل أنا إيمتى هستخدم مو وإيمتى هستخدم ما وإيمتى هستخدم مي بداية الجو اللي هو أنا يعني الحاجة دي ملكي مين ملكي يعني أنا عجبت اللي مو ما مي هي أياء الملكية في اللغة العربية طيب مو لو الشيء كان مفرد مذكر ما لو كان مفرد مؤنس مي لو كان جمع طيب مع الضمير أنت يبقى ملكي مين ملكك هتبقى طو طا تي معي يبقى لو دلت وصلت للجو قلت هتبقى مو ما مي اللي هتو مسللي يا الملكي مع طو طا تي اللي هتو مسللي الكاف بعد كده اله والقلب هتبقى سا سي مع النو هتبقى ناطر ناطر نو مع الفو هتبقى ذاتر مع الافيك أس و الافيك أس ستبقى لاغ لاغ لاغا فيك أس بنفس الترتيب العمود الأول مع كل الضمار مفرد مذكر العمود الثاني مفرد مؤنس العمود الأخير سيكون الجمع الال والال أيبقى ملكه أو ملكوها أنه نحن ملكونا الافيك أس و الافيك أس ملكوهم و ملكوهن ده بالنسبة لصفات الملكية طب أنا عايز مثال لما جيت أتكلم في المثال الأول قلت عندي كلمة ستيلو و عندي علي أول حاجة أنا هبدأ بالمالك طب علي ده أنا ولا أنت ولا هو ولا هي عالي دوت هو يبقى أنا هستخدم الملكية مع الضمير إيل طب أنا عندي مع الضمير إيل مين عندي ص و عندي ص و عندي ص يبقى المالك حدد لي أله ضمير من الضمائر بتاعته بعد كده كل ضمير ليه سطر بتاعه طبعا عندي الإيل فيها ص و ص و ص و ص و ص و ص و ص اللي هيحدد لي هو نوع الكلمة طب أنا عارف أن كلمة ستيلو هي كلمة مفرد مذكر طب ده علي هو و كلمة ستيلو مفرد مذكر أدي علي اللي هو إيل هو و كلمة ستيلو مفرد مذكر يبقى أخذ العمود الإيه الأول يبقى ص يبقى لي بقى ص ستيلو بمعنى قلمه معي؟ طيب لو أنا عندي مثلا نفس الكلمة ستيلو بس زودت أس كده ما بقتش قلم بقت أقلام بقت كلمة جمع طب لو كلمة ستيلو مع المالك برضو هو هو عالي طب ما هو عالي الضمير إيل يبقى ص و ص و ص و ص و ص طب ستيلو مفرد ولا جمع؟ جمع يبقى يبقى ستيلو بمعنى أقلامه معي؟ طيب مثال كمان لو جبت مثلا كلمة زي كلمة ليفر بمعنى كتاب و عايزة حدد ملكيتها معه النو نحن يبقى أنا عايزة أقول إيه؟ كتابنا أول حاجة ملكية مع النو يبقى أختار نطر نطر نو طيب هو كلمة ليفر دي مذكر أو مؤنس؟ كلمة مذكرة يبقى أقول نطر ليفر بمعنى معنى كتاب و نا طيب لو جيت على كلمة ليفر و زودت هنا أس بقى معناها كتب عايزة أقول برضو مع الضمير نو عايزة أقول كتب و نا هاجي على الضمير نو الملكية معاه نطر نطر نو طيب هي كلمة ليفر دي مفرد مذكر مفرد مؤنس جمع هتقول لي هي الأول من غير الأس كانت مفرد مذكر لما زودت الأس أصبحت جمع يبقى أقول إيه؟ هقول نو ليفر بمعنى كتب و نا يبقى أنا دلوقتي عندle نقطتين. أول حاجة لازم أحدد المالك أو رقم واحد. رقم اتنين يبدأ أحدد حددت المالك يبقى أن siguiente حددت السطر بتاعه طبعا لو كان مثلا النه يبقى عندك إذنك ناطر نه تبدو Doo هناك ملحوظة في صفات الملكية أيها اليوم الملحوظة سكبر تكون الملحوظة الوحيدة في الدرس ال速داف Reed الملحوظة بتقول لو الشيء مفرد مؤنس بادئ بمتحرك نرجع نفتكري ايه هي الحروف المتحركة؟ عندي سبع ال-A وال-U وال-E وال-O وال-U وال-Y وال-H يبقى لو الشيء مفرد مؤنس اوله حرفي من الحروف دي بدلاً ما كان هياخد الما والطا والصا الما والتا والصا هندده بدلهم ما أو طا أو صا يبقى أنا عندي لو الشيء مفرد مؤنس الطبيعي بياخد ما أو طا أو صا الو العمود التاني قالك لا بدل ما ياخد ما أو طا أو صا هياخد من أو طا أو صا لعدم الاتقاء المتحركين لو جدنا مثلاً كلمة زي كلمة إي قل معايا وكلمة زي كلمة ليسي طبعاً حضرك عارف ان كلمة إي قل معناها مدرسة كلمة لسي برضو معناها مدرسة بس مدرسة ثانوية، كلمة لسي مذكرة لكن كلمة equal مؤنسة، طب أنا عايز أقول مدرستي، هتقول لي كلمة equal مدرستي أنا يعني مع الضمير جو، يعني أختار ما أو ما أو ما، هتقول لي كلمة equal مؤنسة فهختار ما، هقول لك طب تعال اكتبها كده، هتبقى equal، طب ما عندك حرف الأ وحرف الأو، الحرفين متحركين، وده مفرد مؤنس، وأنا قلت لك لو الشيء مفرد مؤنس بادئ بمتحرك، بدل ما أو الطا أو الصا ياخد ما أو طا أو الصا، يبقى لو ما ياخد الما دي غلط، يبقى أقول لي كده ماني يقال يعني مدرستي، ليه؟ يبقى تحول الما لما لو الشيء مفرد مؤنس أول حرف متحرك، طيب كلمة لسي كلمة مذكر عادي وأول حرف ساكن، هقول مان ليسي مدرستي عادي جدا، معايا؟ يبقى دلوقتي لو الشيء مفرد مؤنس، بادئ بمتحرك أي حرف من السبعة دول، تحول الما أو الطا أو الصا لما أو طا أو الصا، طب حناك هتقول لي، طب مش معنى النطر والفطر واللوح، عشان أقول لك نطر هي نطر، فطر هي فطر، فطر هي نطر، هي نفس الكلمة فمش هتتغير، ده بالنسبة لطرق التعبير عن الملكية، طيب، ببساطة كده وبسرعة شديدة، تعال نجمعهم كده بسرعة على مثال، أول حاجة هنقول لنا طرق التعبير عن الملكية ثلاثة، رقم واحد قلنا نوم ودو ونوم، وقلنا أطر أ زائد أس أو ضمير تأكيدي، وجيت هنا وقلت صفات الملكية، طيب، لو جينا مثلا نطبق الكلام ده على مثال واحد زي كلمة مثلا، سبار يعني رياضة، عايزة أقول مثلا رياضتي المفضلة تكون مثلا لوفوتبال كرة القدم، أول حاجة هقول كلمة سبار، عايزة أطبق عليها نوم ودو ونوم، هقول مثلا لوفوتبال اللي هي كرة القدم اي تكون، ممكن أقول مونس بار، واكمل بريفري رياضتي، طب أنا كده استخدمت أنهي طريقة، هتقول لي مو، طب مهمودي طبع ايه؟ طبع صفات الملكية، طبع عايزة أستخدم الطريقة التانية، أطبق أوضامر تأكيدي، هقول لوفوتبال، ايه؟ هقول بقى ايه؟ مو، كده هتوقع لوفوتبال، ايه بروس بار، بريفري رياضة المفضلة، كده استخدمت صفات الملكية، طبع عايزة أستخدم أطبق أوضامر تأكيدي، لو جينا مثلا نستخدم مثلا نعبر عنها مثلا نخد مثال تاني مثلا زي كلمة زي كلمة ايكيب، يعني فريق، وهنقول دلوقتي كلمة ايكيب ليه؟ كلمة ايكيب دي بمعنى فريق، طب هي الكلمة دي مذكرة ولا مؤنسة، كلمة فريق في اللغة الفرنسية هي كلمة مؤنسة، طيب أول حرف فيها حرف فريق، طب أنا عايز أقول فريقي، طب المفروض أقول ايه؟ ما ايكيب، مين مركز بقى هتقولي طب ازاي ما ايكيب، ما دولتين دول فريق، ما ويكيب ده متحرك ده متحرك، هتبقى مانيكيب، ودي مشهورة جدا في الانتحانات، معايا؟ طيب باختصار شديد هنا مثلا عندي مثلا كلمة زي كلمة ليفر ومثلا آية كتاب وآية، رقم واحد أقول لوليبي الكتاب دو وآية، يعني لوليبي الدو آية كتاب آية، فرقم اثنين اتخذ او دمير تكيدي، هقول لوليبي الكتاب ايه؟ استغرفت في غبت على change، a وسوف احط اية، طب أنا مش عايز آية، عايز ضمير تأكيدي، سأقول يرجع ثاني، يا إيا دي crochي، أنا أم لا أقدرها، هاتقول لي اتعليها، یعني اللикс هلازم ضمير تأكيدي، يبقى ايه؟ al؟ الي ما كان. حطيت اس او ضمير تأكيدي في الطريقة التانية هقول ايه تالتة سوري هقول كتابه ها هتقول ايه يا مؤنسة هقولك ايه دي بيتمثلك حاجة واحدة بس المالك اللي هو يحدد لك سواء او ساء او ساء نوع الكلمة زي كلمة ليفر هيحدد لك انها كلمة مذكرة هتختار ايه صاء ده بالنسبة لطرق التعبير عن الملكية هننتقل للجزء التالت وهو الان بي خطيف الامر الامر من اهم الدروس بتاعتك السنة دي ولازم نركز عشان الامر فيه اجزاء كتير وما كانوا في الامتحان محفوظ دايما سواء كان في اي قطع من القطع او في اسئلة الجراماج او كمان في اسئلة المواجر قبل ما نشوح الامر افكرك بجزء بسيط دلوقتي احنا عندنا في الافعال كنا بنقول افعال المجموعة الاولى اللي بتنتهي بالو افعال المجموعة التالية بتنتهي بالي افعال المجموعة التالت انت بتنتهي بالر او دي المجموعات بتاعي كان فيها افعال زي فارب صو وزي فارب صو وزي فارب صو وزي فارب صو وزي فارب صانت غيني طب الافعال دي هل هي مجموعة اولى ولا تانية ولا تالتة نفس التأسيم هي كده كده اخرها او ار فافعال كلها مجموعة كام؟ اولى طب ايه الاس و او دي او الاس فاعل ضميري فاعل ضميري فاعل ضميري قالك هو اي فاعل يبدأ بي اس او او اس صو يبقى اي فاعل اوله اس او اس صو او اس صو ده اسمه فاعل ضميري ايوه يعني ايه الجديد فيه لو جيت اصرف مثلا بيرب زي بيرب صو لي في بس ده كده في البرزان يعني مضارع وهقولك ليه دلوقتي بيرب زي بيرب صو لي في حاجة اصرفه كده 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 لي في مجموعة اولى هاحزف له ار وحط النهات الاس و دي لها تصريف مع الجو هتبقى مو مع التو تي او مع الال الاس و مع النو هتبقى نو مع الو هتبقى مع الالفك اس والالفك اس هتبقى اس او كده انت صرفت الجزء الضميري هتقولي تب لو كانت اس عبستغاف زي بيرب صانت غيني هقولك هتخلي دي ام عبستغاف اس عبستغاف نو لي فيه نفسه مجموعة اولى هتحزف او ار وتحط النهات مع الجو هتحط او مع التو هنحط او اس مع الال والال هنحط او مع النو هنحط او مع الو هنحط او زد مع الالفك اس والالفك اس هنحط او بالنسبة لتصريف بيرب زو دامرين في المضارع يبقى احنا كده افتكرنا تصريف الفعل زو الدامرين طيب تعال بقى نبدأ الجزء بتاع الامر لم في غطيف يعني الامر قولنا قبل كده ان الامر ده اهم حاجة ان احنا نعرف ان الامر بيصرف مع ثلاث ضوائق طيب او والماء الطيب او امر الاي مفرد النو في حالة الاقتراح الطيب او امر الاي جمع يبقى انا عندي يصرف القامر مع ثلاث ضمائق الطيب والنو والفك اس وقلنا ليه الثلاث ضمائق انا مش هينفع اوجي الامر النفسي هيبقى عندي امر الاي مفرد الفو امر الاي جامع والنو في حالة الابتراح. ده بالنسبة لمن يوجه الاي من الامر التلات دمائر دول. كيف يصرف الفعل في صيغة الامر؟ عندك تلات خطوات. بص كده رقم واحد يصرف الفعل في المضارع مع التو والنو والفو. يبقى رقم واحد هتصرف الفعل في المضارع مع التو والنو والفو عشان كده شغل احتلت ده بتصرف ازاي في المضارع؟ رقم اثنين نحذف هم هم ايه بقى؟ التو والنو والفو. خطوة الثالثة لو الفعل مجموعة اولى نحذف الاس فقط مع الضمير تو فقط. مش فاهم. تعال ناخد مثال. لو جينا مثلا على فربي زي فر. جوي. جوي من افعال المجموعة الاولى معناه يلعب. تعال نطبق عليه الثلاث خطوات دول. يصرف الفعل في المضارع مع التو والنو والفو. هنزل التو والنو والفو. هنحذف الور ومع التو هنحط واس. مع النو هنحط ون اس ومع الفو هنحط وزد. هحذف التو النو والفو نحذفهم حذفتهم. لو الفعل مجموعة اولى. أبص على الفعل ده مجموعة اولى؟ اه. بنحذف الاس اللي مع التو شلت الاس. الجزء المتبقي هو الامر. جو العب او مارس. جو وو لنلعب ده اقتراح. جو ويه العبوه. طيب. لو جينا مثلا على فعل مجموعة تانية. زي ايه فعل؟ مجموعة تانية. لو جدنا مثلا فيرب زي فيرب. يعني يعني ينمو. مجموعة تانية. طب عايزين نفتكر ايه هي نهايات المجموعة التانية؟ المجموعة التانية لما كنا بنصرفها كنا بنحذف الاس. وبنحط الهيات مع الجروب نحط اس مع التو اس الو قال اي تي مع النو اس اس وان اس مع الفو اس اس وزاد ايه اس اس وان تي. عايزة صرف بيرب جروندير على الامفراتيب في الامر هصرف مع التو ومع النو ومع الفو هحذف الار ونزل الجزء اللي قبلها ده ومع التو هحط اس طيب مع النو هحط اس اس وان اس طب مع الفو هحط اس اس وزاد خطوة تانية بنحذفهم حذفتهم. لو الفعل مجموعة اولى ده اصلا مجموعة كام تانية فمش هطبق ليه حسب الاس. انمو لننمو انمو مفرد اقتراح جمع. طيب احنا جربنا مثال على المجموعة الاولى ومثال على المجموعة التانية. تعال ناخد مجموعة مثلا تالتة زي فار بفعل. هصرف مع التو ومع النو ومع الفو. فار مع التو بيبقى في مع النو بيبقى في مع الفو بيبقى فات. هنحزف التو نو الفو. هشيل اس؟ لا ده مجموعة كام تالتة. هيبقى في اعمل في زن لنعمل فات اعمله. مفرد اقتراح جمع. يبقى انا جده اخدت مثال على المجموعة الاولى وعالمجموعة التانية وعالمجموعة التالتة. عايز اخد بقى مثال على الفعل زود ضامرين زي بيرد صولي في اللي احنا صرفناه من شوية. طب تعال نمشي مع خطوة خطوة. عشان فعل زود ضامرين خلي بالك في خطوة زيادة. يصرف الفعل في المضارع مع التو نو الفو. هصرف مع التو ومع النو ومع الفو. الاس ومع التو تي او مع النو نو مع الفو فو. الفو نفسه مجموعة كام اولى هحزف الاو ار ومع التو هحط واس مع النو هحط وان اس مع الفو وزد. احزف التو النو والفو مجموعة اولى هحزف الاس مع التو. في خطوة زيادة في الفعل زود ضامرين. هنعدي الجزء الضميري ده الناحية التانية بعد الفعل. التو هتتغير هتبقى طوا يعني دي هتبقى اللفن طوا دي هتبقى ليفون نو دي هتبقى ليفي فو. يبقى ده امر مع المفرد انهض او استيقظ ليفون واكتراح لننهض ليفي فو انهضه. طيب عايزين ناخد مثال كمان عشان فعل زود ضامرين في خطوة زيادة عشان نركز فيه اكتر عشان لو جالنا في الانتحاد. لو جينا مثلا عندنا فربي زي فربي ده معناه يتدرب وده من اهم الافعال في الوحدة الاولى. هصرف مع التو ومع النو ومع الفو. الاس ابصراف مع التو هتبقى ابصراف مع النو نو مع الفو فو. بعد كده انتريني مجموعة اولى هاحذف الور وانزل الجزء اللي قبلها ده. ومع التو هحط اس مع النو هحط انس مع الفو هحط او زد. احذف التو نو والفو واحذف الاس عشان انها مجموعة اولى وهعد الجزء الضميري الناحية التانية. يبقى ده هتبقى انتريني مجموعة. بعد كده انتريني مجموعة. دي تدرب للم تدرب تدربوه مفرد اقتراح جمع على نفس الترتيب. هذا بالنسبة للفعل يزود ضمنين. بعد ذلك عندنا الجزء اللي جاي في الأمر هو نفي الأمر. يعني إزاي ينفي فعل في صيغة الأمر. طبعا إحنا عارفين؟ لو إحنا أخذنا في السنة أوله وفي السنة تانية النفي عندنا لو بتحط الفعل بين الن والبا. ولو الفعل كان أنا أقوله حرف في ويان المتحرك بتحطه إلي أنها بستغاف والبا. طيب لما جيت أدي مثال على الأمر من فيرب جو وي كان عندي جو وي مفرد اقتراح جمع. وعايز أحطه في النفي أبدا نجاسيه. هحط الفعل بين الن والبا. بين الن والبا. بين الن والبا. ده نفيه. طبعا لو عندي مثلا فيرب مثل فيرب ام اي. تعال بقى نجيبه من الأول. إثبات ونفي. أدي ام اي. عايز أجيبه في الأمر. يُصرف الفعل في المضارع مع التو النو والفو. أدي التو. أدي النو. وأدي الفو. ام اي مجموعة أولى هحسب الور. وهحط واس. ونس. وزد. مجموعة أولى هشيل الاس. الجزء المتبقي هو الأمر. هيبقى. أم. 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 فعل زو طاميرين. لو عندي فعل زو طاميرين. مثلا زي كلمنا عنه من شوية. خلي بالك ان الفعل زو طاميرين في النفل مختلف شوية. انت فعل سواء كان مجموعة اولة او تانية او تانية بتحطه من النو والبا. طب لو عندي مثلا فعل زي فعل سوبروميني فعل معناه يتنزه يتفسح. طيب تعال نصرفه في الامر اثبات وبعدين نن فيه. يصرف الفعل في المضارع مع التو والنو والفو. الاس وو مع التو اتباتي او مع النو نو مع الفو فو. فهم من ايه مجموعة اولة؟ هاحزف الو او او مع التو هحط اس مع النو او او اس مع الفو هحط وزد. نحزفهم اللي هما التو نو وفو حزفتهم. مجموعة اولة بنحزف الاس مع التو حزفتها زو طاميرين كان في خطوة زيادة. لو بنعدي جزء الضميري الناحية التانية يعني دي هتبقى رومان تو ودي هتبقى رومين نو ودي هتبقى روميني فو. طيب ده اسبات. طيب انا عايزه في النفي. قالك لو عايز تنفي الفعل زو طاميرين في حالة الامر بتنفي على الشكل قبل ما تعدي جزء الضميري الناحية التانية. يعني مش هعدي التو تبقى طوة ولا هعدي نو ولا هعدي الفو. يعني احط النو والبق على الشكل ده. يعني هنزل الفعل. وهنزل ده كله ما بين النو والبقى. النو والبقى. النو والبقى. النو والبقى. قال له نو نو والبقى. وحط له علام التعجب وقال له اختار. هي هتبقى. كوشون نو ولا كوشي فو ولا توكوش. طبعا انت عارف كن نو والبقى في علام التعجب. بيناتلي كده ان الفعل الجملة دي امر ايه. طب انا هعرف مين هو بدي امر المين. مش عاية. كوشونو كوشيفو توكوش. طب انت عندك نوبا. طب هو الفعل زود ضميرين في الامر. كان امتى بيخش بين طرفي النفي. كان الجزء الضميري بعد الفعل ولا قابليه. لا تعال اما اشوف كده ده كان قابليه. طب بص على المثال كوشونو مش هتنفع. كوشيفو ده بعديه مش هتنفع. توكوش هي دي الوحيدة هي تنفع. هتقول لي طب مما ما حدد ليش اصلا هو بدي امر المين. هقول لك انت عندك الجملة منفية. يبقى اذا الفعل اللي في الاختيارات فعل زود ضميرين. يبقى اي ان كان الاختيار لازم يكون الجزء الضميري قبل الفعل. طب فين في الثلاث اختيارات اللي قبل الفعل. طوكوش بيه دي الاجابة ليه الصحيحة. ده بالنسبة لمثال على فعل زود ضميرين في حالة النفي. طيب فيه سؤال تاني مهم. طيب انا ازاي هاعرف ان الجملة دي اصلا امرية. وازاي في الامتحان بتيجي. في عندك مواطة مهمة لازم تكون اعرفها. اول حاجة بتلاقي اس مولادة بعده. او عالم التعجب. يعني مثلا تلاقي في الجملة يجي يقول لك مثلا ايه. وعمل لك بعده كده كومة. يجي يقول لك مثلا اية وعالم التعجب. وفي بوا. مثلا ايه. طان دوبوا. مثلا بطر. كيف بطر دي خليها. مثلا طان ساك. وقال لك هنا اختار مثلا فيه. ولا فيه. ولا فت. يجي هنا وقال لك اية. نواتة تان ساك. بغان ولا رني ولا ران. في المثال الاول عالي وعمل لي. كومة نواتة تان دوبوا. الواجب بتاعك. طيب عالي وبعد منه كومة. طيب انا كده عرفت ان امر. والجملة الامرية مفيش فيها فاعل. طيب هو عالي. كده هو منادة. وعايز يدي له امر. طون دوبوا واجبك. كده انت عارف ان عالي دوت. وكده الجملة امرية عشان بعد منه كومة. طيب عالي ده هيبقى امغ مع التو. ولا مع النو ولا مع الفو. طيب هو عالي ده مفرد يبقى امر مع التو. طيب تعالي شوف الفاعل في اختيارات. فا فا فت. طيب برب فاغ المفهود ان انا حفزه. برب فاغ مع التو كان بيبقى فا. طيب انت ما حزبتش منه الاس. طيب انت ما حزبتش منه الاس سولاك عشان امجموعة كام تالتة تبقى عالي. فا طون دوبوا اعمل واجبك يدي الاجابة. طيب. البراندور اصلا فعلي مجموعة كام اخر و ار او يعني مجموعة تالتة. يبقى اخترت رو اللي فيها الاس. ما اخترتش دي عشان دي منصرف مع اليل والقل وانا مش بوجه لهم امر. طب دي مع الفو. طب ما هي اية مفرد. يعني عايزة امر مع التو يبقى ايزا ان هي هتبقى رو. طيب يبقى اسمه منادة بعد الكومة او علامة تعجب ده كده فعلي في الامر. بعد كده قالك في حالة وجود لقب. يعني ايه لقب؟ كلمة زي كلمة madame. كلمة زي كلمة monsieur. كلمة زي كلمة mademoiselle. دي كده اسمها القاب. قالك في حالة وجود لقب يصرف الامر مع الفو للاحترام. طب ازاي؟ لو جاء مثلا في الامتحان. وقالك. مثلا مادام. وقال لك اختار هي هتبقى رو ولا رو ولا رو. هتختار ايه وليه؟ انا عندي الوقت بقول لي مادام. طب ما هي مادام دي لقب. طب اللقب ده هصرف امر طب ما هي مفرد. اقول لك بس لقب. لقب يصرف الامر مع مين؟ مع الفو. فين هنا ينفع مع الفو؟ يبا هي دي الإجابة. طيب. لو جاء لك مثلا. ميزي لاف نقط لي دو فو. ولا تختار هي هتبقى في ولا فت ولا فو. هتختار ايه وليه؟ انا عندي الوقت ميزي لاف تلاميذي نقط لي دو فو. طب ما لقيت منادة بعد منه كومة. وبعندي كلمة لدو فاغ الواجبات. يبقى المنادة ده. طب موفرد ولا جمع؟ جمع يعني على امر مع الفو؟ ولا النو؟ ولا الفو؟ جمع يبقى امر مع الفو؟ طب انا دلوقتي الامر اللي مع الفو ده هتنفع عني واحدة. لو انت حافظ فير بفير هتلاقي عندك في وعندك فت وعندك فو. طب فيغ بفير اللي هو ده مع الفو كان تصريفه فت في اي تي اس يبقى احزف الفو يبقى اختار دي يبقى هي دي الإجابة. طيب جملة زي دي مثلا. لؤط لابورت. وقال لك اختار فاغ ولا فاغ مو. لؤط لابورت الباب. وقال لك اختار فاغ ولا فاغ مو. انت عندك لقيت كلمة لابورت الباب. مفيش اي حاجة ده لا ولا هادي ده امر المين وابقول له اغلق الباب ولا اغلقه الباب ولا نغلق الباب انا مش عارض في الحالة دي طالما هو موجه لكش او محديد لكش في الجملة هو مدي الامر المين تأكد اللي من ضمن الاختيارات دي مش هتلاقي غير فعل واحد بس ينفع في الامر طب تعال نجيبهم كده واحد واحد فغمو الفعل واحد وانت يعني متصغف مع الالفك اس وقلبك اس وانحنا ما بنوجهش الامر الالفك اس وقلبك اس يبقى اذا فغمو مش هتنفع طب عندي فاغ واخد مثلا معي اس طب انا المفروض هنا لو عندي مثلا فاغ بفاغ ميه مجموعة اولى يعني هصرف مع تو هتبقى فاغ هحط اس وهحزب تو وهحزب اس ده الجزء المتوقع تبقى دي هتنفع لا لانك لازم اشيل الاس يبقى اذا اللي جابة الصحيحة هي الاولى يعني اغلق الباب يبقى احنا كده باختصار شديد وضحنا معنا النهاردة اول جزء عندنا النهاردة اتكلمنا عنه كان ضمائر المخاطب بسرعة كده قبل ما ندرجع على الامر كان عندنا ضمائر المخاطب اللي هي المو والتو والنو والفو وقلنا لو لقيت المو بحولها للتو لو لقيت النو بحولها للفو او العكس لقيت التو بحول لمو لقيت الفو بحول لنو وكان في ملحوظة وحيدة احنا بنحول الفو الى مو في حالة الايه الاحترام ده كان الجزء الاول بتاعنا النهاردة اللي هو كان ضمائر المخاطب بعد كده اتنقلنا الجزء طرق التعبير عن الملكية طب ايه طرق التعبير عن الملكية؟ واننا فيه تلات طرق رقم واحد نام ودو ونام رقم اتنين كان عندك اطر ا زائد اس او ضمير تأكيدي وكان عندك قبل يوم الشيء رقم ثلاثة كان عندك صفات الملكية اللي هي ده كان الجزء بتاع ضمائر المخاطب وجزء بتاع طرق التعبير عن الملكية بعد كده اتكلمنا عن الأمر وده اللي احنا هنراجع عليه سريعا من الورق فاضر يا مسو جاريت مخرجنا الجميل يجيب لنا بيتجو نمبر وان فاضر يا مسو زي ما واضح قدامنا على الشاشة دلوقتي ما كتب لك الأمر كله باختصار الطرق وأمثلة عليها وازاي الأمر في الإثبات وازاي الأمر في النبي بيقول لك فوق لامب غطيب صيغة الأمر لتوجيه الأمر من التابع لخطوات الأتاة اصرف الفعل مع الضميغ اللي هي التو والنو والفو بعد كده بنحذف ضميغ الفعل اللي هو التو والنو والفو بعد كده بنحذف حرف الأس مع الفعل المصرف مع التو لأفعال المجموعة الأولى وأوعمل لك أمثلة مجموعة أولى ومجموعة تانية ومجموعة تالتة سواء مثلا كان مثلا 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 الأول تبقى فا اوكليب تبقى فا اوكليب اذهب إلى النادي نو جاردون لا تالي رو جاردون لا تالي وكذا نفس الفكرة في المجموعة الأولى والمجموعة الثانية والمجموعة الثالثة عندنا بعد كده في الصفحة الثانية في ملاحظات على الأمر الملاحظات دي تقولك أن الأمر مع الفو يستخدم توجيه أمر إلى جماعة أو إلى شخص واحد للإحترام بعد كده عندنا في الأمر بنحط الفعل بين الن والبار بنحط الفعل ما بين الن والبار ويوضع فعل الجملة في الأمر إذا سبق بمنادة يوضع بعده كمى أو علامة تعجب نخلي بأننا دايما من الجملة الأمرية اللي أنت لازم بتلاقي اسمه منادة بعد منه كمى أو علامة تعجب أو بتلاقي جملة بدون فاعل لأن من علامات الجملة الأمرية أنه ليس بها فاعل بعد كده عندك الأمر من الأفعال زو الضميرين عمل لك مثال فيرب زي في المضارع سواء كان في الأمر المسبت أو في الأمر المنفي زي فيرب سولي في ويقول لك أنت تستيقظ هتبقى لف طوى استيقظ أو ينهض وعمل لك في سالف النفي بعد كده عندنا في صفحة ثلاثة جايب لك الأفعال الشزة والأفعال الشزة دي زي مثلا فيرب أوفرير وأفرير دول أفعال مجموعة تانية ولكنهم يصرفوا مثل الأولى خلي بالك وانت بصغف الأفعال دي طالما هم يصرفوا مثل المجموعة الأولى يبقى أنت مع التو هتحزف الأس بعد كده عندك أفعال شزة في الأمر وديها تحفظها زي ما هي زي فيرب أفعال وزي فيرب أفعال وزي فيرب صفعال استخدامات الأمر بالنسبة لنا في الطلب أو النصيحة وتوجيه أمر أو نهية أو تحزير النهية أو التحزير اللي هو الأمر المنفي ده باختصار درس الامبراطيف الأمر تماما يا سوح حمد في دقيقة كده لو عندك أي رسالة سريعة للطلبة بتاعتك قبل من نختم بحب أوجه كل أبناء لو أنت طلبت الطلبات السماء العامة أن أنت لازم تركز وأن تزود مجهودك فكرة أن الأسئلة أو الامتحان يبقى كله أسئلة MCQ اللي هي أسئلة اختيار ومتعدد أنه معناه أن مساحتك في التفكير زادت زادت كمان أن أنت دلوقتي هيبقى عندك أربع اختيارات فيه صح وفيه أصح أنت لازم تركز مرة واثنين وثلاثة بعد كده نقطة أن أنت الناس اللي هي بتحل بالبركة والكلام ده ما خلاص مش هينفع الكلام ده أنت دلوقتي لازم تكون فاهم كويس أنت بتختار إيه عشان تقدر تحصل على أكبر درجة من الدرجات الامتحان فكرة الاختيار ومتعدد أصعب من الأسئلة المقالية لأن زي ما احنا عارفين خلاص اختارتي ياما إجابة صح ياما إجابة خطأ ما فيش مجال أساسا أن أنت تقول مثلا ده أنا هكتب وهقرب للصح عشان تاخد درجة ما عادش الكلام ده ينفع دلوقتي حضرتك لازم تركز مرة واثنين وثلاثة وانت بتختار الإجابة الصح زادت كمان في عندنا لقطة مهمة فكرة المنهج بتاعنا كلغة فرنسية الأسئلة أو نظام الامتحان بتاعنا مساحة الاختيار ومتعدد فيه كبيرة جدا ده محتاج منك إيه ده محتاج منك أن أنت دلوقتي هتركز على القاعدة وهتركز على الطرق أو الخبايا اللي موجودة في كل قاعدة زائد الكلمات اللي موجودة في كل واحدة السؤال بتاعنا أو مجال الأسئلة عندنا مفتوح خبايا اللغة تكاد تكون معروفة ولكن بالنسبة لك أنت كطالب محتاجة منك مجهود زيادة حفظ الكلمات أنت تشتغل على القواعد وخبايا كل قاعدة وأنك تشتغل على الجزء بتاع الإيميل والموضوع لحد دلوقتي برضو لسه مش عارفين هل هيتلغي بالنسبة 100% ولا لسه موجود أو قائم أي أن كان لازم تكون متضرب على جميع أشكال الأسئلة زائد كمان أن أنت لازم تزود من عدد ساعات مذاكرتك كطالب ساعة عامة لأن وفقا للكلام الجديد أن أنت دلوقتي عندك مساحة التفكير زيادة جدا في الامتحان هذا يتطلب منك مجهود أكبر طبعا من ساحنا زينا عارفين لكي تحصل على أعلى درجة وبالتوفيق في الأول في الأخر لكل أبناء هل هناك أي توجيهات جات بالنسبة للأسئلة بالنظام الجديد؟ لحد دلوقتي لسه مستنين أي تعليمات من مستشفة اللغة الفرنسية إن شاء الله بخصوص الامتحان ولكن لحد الوضع الذي نحن فيه لدينا الامتحان كله اختياري مع هذا سؤالين الإيميل والموضوع لسه مستنين إن شاء الله ينزل لنا توجيهات ولكن في المجمل أنت عندك الأسئلة الاختياغية لانتحان كله سيستم الامتحان بالنسبة لنا أساسا أسئلة اختياري أو اختيارهم المتعدد سواء كان القطع الأولى أو القطع الثانية أو سؤال السواسي والمواقف أو سؤال الجرامير معادة طبعا سؤال الإيميل والموضوع حضرتك بوقتي وإنت بتحل مسلا سؤال زي سؤال القطعة عندك نص كامل في معلومات تبدأ تستخرج منه المعلومات دي عشان تبدأ تحل الأسئلة نبدأ محتاج منك نقطتين أنت تكون عارف تترجم الكلمات الموجودة في القطعة وفقا للمنهج بتاعك زائد فهمك للقعدة يعني مثلا ما يجيش سؤال مثلا في القطعة زمن الجملة كان ماضي ويجي في السؤال تحت يقولك مثلا يعكس السؤال مثلا كما لو كان مستقبل يبقى أنت كده تفطر إيه حاجة العكس يبقى أنت لازم تطبق الكلام ده وفقا لمعنى أو وفقا لما جه في القطعة بتاعتك زمن الجملة بيفرق المعلومة اللي جات في القطعة طبعا نحن نحل في الأسئلة القطعة بالذات سواء كانت الاختياري أو الصح والغلط وفقا للقطعة وليس وفقا لرأي الطالب أو وفقا لرأي الشخص اللي بيقرأ أنت وانت بترجم بترجم حسب ما القارئ حسب ما الكاتب كتب القطعة بتاعته وانت بتبدأ تطلع منها الإجابات وفقا للأسئلة وتراعي طبعا زمن الجملة وتراعي القواعد بتاعتك والجزء بتاع الكلمات اللي انت حفظته من داخل المنعك بتاعنا في ايه لنقص معناه يعتبر في الوحدة الأولى اللي مفروضة احنا اعتبر الوحدة الأولى فاضل لنا جزء بسيط لها بتاع الاقتراح وجزء بسيط برضو بتاع المقارنة ده في الدرس الثالث وكده اطبق الوحدة الأولى خلصت يمكن مثلا يعني نبدأ نحفظ الكلمات ونبدأ ننطبق ونستخدم كل اللحظة عشان احنا ده واطف سؤال الجرامير أو سؤال المواقف أو التكستر سؤال المواقف ده بيجو لهم بشكل اختياري في الامتحاد مواقف اختياري اه طمع اوكي يعني مفروض بعد ما نخلص الحلقة بتاع المواقف بعد كده نبدأ نحيل بقى تمرين مع طلابهم ان شاء الله بيقص بأكد التلفون بتاح ترك اللي على الشاشة علي واطس اه علي واطس نرد كل طلابنا العزاء اللي دايما بيبعثوا لي رسائل عزيني تابعوا مسلاً عزيني تابعوا مسلاً سيالة بخلال المدى اللغة الفرنسية تليفون ميسيو محمد اللي هو على الشاشة ممكن أي رسائل على الوصف يتبع معاك ويرد علي أسئلة خاصة بالحلقات أو بره الحلقات تتسوقك ما فيش أدنا مشكلة شرفتنا ميسيو محمد وهتمنى نشوفك في الأخطاء قادمة إن شاء الله شكرا لكم وتمنات القلبية بالتوفيق لكل طلابنا العزاء شكرا